بسم الله الرحمن الرحيم أستاذة مشاهدي قناة الـ HBC ومتابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليب للطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية لازمنا بنناقش تأخر الحمل ودور جراحات المناظير في تأخر الحمل وطبعاً أنا يعني كل ما فترة ما بين حلقة وحلقة بكتشف بعض الحاجات اللي غير متوقعة تمام يعني اليوم النهاردة كان أحد السيدات كنا يعني أجرينا لها من تقريباً حوالي عشر سنوات استقصال أورام ليفية متعددة وكنا عرضنا الأورام دي على سيداتكم على الهواء ووصلنا إلى مرحلة ممتازة في تكوين الرحم تماماً سليم تماماً وبعد كده بدأت يعني أنها تاخد قرار في أن يحدث الحمل مرت الفترة الزمن وأنا ما شفتهاش لكن الواضح أنها بدأت مع الأطباء الآخرين دخلت في برنامج الحقن المجهري وبدأ أول طبيب يعمل لها برنامج الحقن المجهري وللأسف المرة الأولى فشل ثم بعد كده ذهبت إلى طبيب زميل لي في نفس المركز وعمل الحقن المجهري للأسف وفشل ثم كان محتفظ ببعض الأجنة المخزنة وتم ترجعها وفشلت فجات السيدة بقى بعد تم استهلاك كل الناحية المادية والنفسية بينها وبين الزوج وعايزة تاخد القرار فقلت لها طيب إحنا نبدأ نقيم الأمور مرة أخرى علشان نعرف إيه السبب دلوقتي اللي مؤخر الحبل طبعاً أول حاجة كان إن إحنا بنعمل الأشعة اللي بالسبغة وطبعاً اللي تلاقى بالأشعة بالسبغة إن فيه ارتشاح مائي كبير في الأنبوبة مع التساقات في الحوض لا نعلم إن هذه الالتساقات كانت موجودة بعد العملية ولا قبل العملية ولا بعد الحقن المجهري لأن إحنا شفنا حالات كتيرة جداً بعد الحقن المجهري بإنها فيها بعض هذه الالتساقات القصة هي قصة إزاي الطبيب التاني اللي عمل بدأ ياخد قرار بالحقن المجهري وعرف تماماً في نفس المركز إن الحالة دي حصل لها فشل ليه ما خدش القرار بعمل منظار رحمي ومنظار بطن ليه ما خدش القرار بالفحص يتطمن أنا بيبدي فيها رشح ولا ما فيهاش ليه ما خدش القرار إن يفاهم السيدة حتى بأول مرة لو فشلت عند ترجيع الأجنة المخزنة ياخد هذا القرار يعني معقولة بعد ما ثلاث مرات محاولات الحقن المجهري يتم تشخيصها إن فيها استسأة مائي أو رشح مائي في الأنبوبة أو تضخم في الأنبوبة يعني الأمور هنا فعلاً يمكن سنة 2000-2000 لغاية 2004 لما رجعنا من فرنسا وعدنا نناقش بعض الأطباء هنا ما هو دور جرحات المناظير بعد فشل أطفال الأنبيب كل قال لك يا ملوش دور ومش عبيه لأ بدأنا نعلمهم بدأنا نفهمهم إن كلمة فشل أطفال الأنبيب يعني فشل إن إحنا بعد ما إحنا نلتقط البويضات وتخصبها وإعادة زراعتها وإنها تفضل مستمرة جوه الرحم إلى أن تكمل إلى جنين بدأنا نقول لهم إيه دور المبيض وبعض أمراض المبيض لتعملي هذا الكلام دور الأنبيب وبعض الأمراض اللي بيت تحدث في الأنبيب من رشح مائي وارتشاح مائي أو في بعض وجود هجرة بطنط الرحم بتمركز عالي جدا بكدمات في المبيضين عادنا نقول لهم دور جرحات المناظير الرحمية بوجود حاجز رحمي بوجود التساقات بوجود ورم ليفي يعني عادنا نقول لهم كل الكلام ده هو دوره يجب عليك إنك اتخاذ القرار علشان تعدها لإنك تزيد نسبة نجاح الحقن المجالي يمكن السيدة النهاردة دي لما جات لي تذكرت كل كلام لألفين واربعة كنا بنقوله لدرجة إن إحنا كنا بن يعني علشان الأطباء يعرفوا كنا بننزلوا سؤال في إدراسات العليا ما هي دور جرحات المناظير في فشل أطفال الأنبيب كان مفروض يحكي لكل القصة ديه دور جرحات البطن وجرحات المنظر الرحم طبعا أنا بقول الكلام ده لأنه فعلا هنا بنرجع تاني بنقول يا جماعة لو سمحت قبل ما أنا أخذ القرار تأخر الحمل بدون إبداء أسباب لازم أعمل مناظير لازم أعمل منظر البطن لازم أعمل منظر الرحم ما ينفعش يعني الكلمة سهلة تتقال تأخر الحمل بدون إبداء أسباب وبعد ما يعمل يا دوبك تحليل أو اتنين وخلاص وهو يكتفي بهذا الكلام علشان يحطها في الرنوي أو في مجرى اتجاه الحقن المجهري مجرد ما يفشل الحقن المجهري هنعمل إيه؟ نبدأ نعيد تاني نبدأ نعمل أجرحات المناظير وات وسبق إن أنا تناقشت مع حضراتكم إن أنا بطريقة ظريفة جداً زي ما بشرح للأطباء لو عندي عشر حالات عندهم تأخر الحمل والعشر حالات دولت بدأت أتعامل معهم صح بالبرنامج التشخيصي من الهرمون والفحص والموجات الفوق الصوتية وكل المساعدات الأخرى من الأشعة بالسبغة وغيرها ثم اتخذت قراري بعمل منظر البطن ومنظر الرحم في جلسة واحدة هنا العشرة دولت اللي إحنا بنوع عليهم فيهم تأخر الحمل بنوصل لمرحلة إن غالباً العشرة دولت من سبعة لثمانية بيحدث لهم الحمل لدرجة إن بعض المراجع العلمية لقوا إن الستات اللي عملنا لها منظر بطن وما لقناش سبب واضح لتأخر الحمل لقوا إن نسبة الخصوبة بترتفع بطريقة عالية بعد هذا المنظر بدأت تنزل نظريات إهلة عمل بالمنظر إحنا ما خدناش بالنا لكن زود نسبة الخصوبة عند هذه السيدة وبالتالي زي ما اتفقنا لو عندي عشر سيدات عندهم تأخر الحمل وأجريت جرحات المناظير بعد ما استكفيت كل الفحوصات العشرة دولت بيبدأ من أزامة تفقنا من خمسة لثبعة بيتم لهم الحمل لأن العشرة دولت فيهم مجموعة بنلاقي منهم بعض المشاكل بنحلها في نفس الجلسة ويمكن من أكثر الحاجات اللي بنلاقيها دايماً هجرت بطنط الراحم من الدرجة الأولى والتانية والتعامل معها أثناء إجراء الجراحة المناظير بنلاقي بعض الحاجات اللي لسه بدأنا نقولها الأطباء والأطباء الأشعة بالذات لازم يعرفوها وهي ارتجال العلاقة ما بين المبيض والأنبوبة طرف الأنبوبة لقينا حاجة اسمها أنبوبة مشنوقة الأنبوبة مرفوعة الفوق قوي والمبيض تحتها بدأت يحصل ارتجال في هذه العلاقة بأن الأنبوبة تكون علاقة سوية مع أطراف الأنبوبة لا علاقة سوية مع المبيض الملحق بها وبالتالي لقينا برضو بعض الحاجات العيوبة الخلقية مش موجودة في الكتب يعني إحنا لقيناها أثناء جراحات المناظير ومن هنا حضرت محضرة في فرنسا كان بتقول ماذا علمتنا جراحات المناظير عبر عشرين سنة علمتنا إيه؟ علمتنا حاجات إحنا ما كناش نعرفها وما كانش تتداون يعني أنا إحنا مثلا ما نيجي نقول عيب خلقي في وتد المبيض الكلمة دي مش موجودة لكن لقيناها بجراحات المناظير إن المبيض في عيب في الوتد بتاعه اللي كنا زيما بنقول مبيض معلق ومنزلش الحض كنا بنقوله لكن دلوقتي شفناه مبيض معلق وبعيد قوي عن الأنبوبة وبالتالي إحنا بدأنا نشوف بعض العيوبة الخلقية اللي لا ما كانيش تذكر وده اللي خلانا نفهم علم التشريح وعلم وظائف الأحضاء من جراحات المناظير من كده يمكن هنحكي قصة تانية اللي لسه برضو بقولها كنت كانت في مدينة مرسى مطروح بعض الأطباء كانوا بينكروا علاقة الالتهابات بيتأخر الحمل يعني أنا مش عارف زي الأطباء دولت وشفت لهم حلقات على الهوى كتير جدا إنه هو بينكر هذه الالتهابات وعلاقاتها بيتأخر الحمل هي القصة لها صورتين صورة حقيقية واقعية وصورة كده يعني يعني بمعنى أصح إيه نوع الالتهاب إيه نوع الميكروب إيه هو ده اللي إحنا بنكلم طبيا بحقه حقيقي يعني الحالة اللي إحنا شفناها في مدينة مرسى مطروح كانت بنت صغيرة في عمر 23 سنة 24 سنة بتقعاني من تأخر الحمل بدأت الحياة الزوجية بالتهابات من ميكروب عنيف هذا الميكروب دائما هذا الميكروب بيهاجم القناة التناسلية في هدوء يعني لا يعلن عن نفسه بمشاكل كتيرة التهابات ومتكررة ومزمنة ويبدأ يخزو الأنابيب ويخزو المبيض ويخرج إلى بريتون وإلى أن يصل إلى الغلاف الكبد ويبدأ يعمله التساقات شديدة المشكلة في هذه السيدة اللي إحنا بنكلم عنها إن فعلا وصلت المرحلة إلى المرحلة النهائية التساقات في الحضب الأمعاء بالقولون بكله مع وجود خراج في الأنبوبة والمبيض الأيسر يعني تحول الجنب كله إلى خراج يعني هل هنا إحنا هنترك الحالة بتعاني من التهابات وخلاص لبوسه وتشطيفه وخلاص كلام خايب نهايته هذه السيدة اللي انتهى القصة بخراج في المبيض والأمبوبة بالتساقات في الأمعاء والحضب بطريقة عنيفة يمكن هحاول إن أنا أجيب جزء صغير من المنظار اللي تم تعامل به الحالات اللي زي دي بدايتها سهلة ونهايتها سيئة للأسف لأن هذا المايكروب فضل مدة كبيرة جدا وتوغل وبدأ إنه يبقى مزمن وعمل إصابات لكل التجويف البريتوني بالكامل بالكامل طبعا مرورا إنه خد كل الأنابيب كلها وصل إلى مرحلة إنه عمل إلتهاب في المبيض ومن هنا بنقول عليها البي اي دي إنه وصل إلى مرحلة انتشاره وعمل إنه يعمل خراج في جنب من أحد جوانب مع إلتصاقات في البطن والحضب الكامل يبقى هنا أنا هبعت رسالة للأطباء وللسادة المشاهدين الإلتهابات أنا ما أقدرش أقولك دي إلتهابات بسيطة أو كبيرة أو الميكروب سهل أو الميكروب صعب ما ينفعش إحنا بنبدأها دايما بهذه الأشياء البسيطة جدا وبعض السيدات للأسف يعني نلاقي عندها إلتهابات شديدة جدا والإلتهاب في عنق الرحم يوكو بيرلنتي يعني العنق الرحم صديد بيبك منه وتسألها تقولك لا أنا ما شفتش إلتهابات أنا ما شفتش إفرازات أنا ما عرفش أنا ما شفتش وبعض السيدات بقى يقولك الكلام اللي يدحك يقولك دا لسه جايالي حالا دلوقتي وأنا بره في العياد إيه بره إيه وجوه إيه دي إلتهابات مزمنة وهذه الإلتهابات بتصيب أعونق الرحم وخلايا أعونق الرحم ولها دور كبير جدا جدا في تأخر الحمل وهو دا المشكلة عشان كده كنا زمان كنا بنعمل اختبار ما بعد الجماع وناخد العينات من السائل المنوي بدرجات معينة ويمكن بعض الأطباء يعني نادرا ما يعرف أن العينا اللي بعد الجماع كنا زمان بنفكر أنه إحنا أو بعض المحاولات والأبحاث أنه إحنا بناخد العينا من داخل الرحم وبناخد العينا من بريتون السيدة بالمنظار برضو يعني هي صعبة شواء أنا عارفة لكن كنا بناخد الدرجات دي ونشوف الحيوان المنوي ماذا تم له وبعد أنه هو دخل القناة التناسلية يبقى إذا اللي أنا عايزة أوصله أن بداية الالتهابات يا جماعة لازم كل سيدة تحافظ على نفسها وأنها تاخد رأي وبعض الأطباء بيبقوا ريلاكتانت جدا جدا يعني رخويين كده في علاج الالتهابات ولا خد البوس وخد التشطيف وهو للأسف ترك هذه السيدة في الدخول في النوع من أنواع الميكروبات العنيفة جدا جدا واللي هي بتهاجم القناة التناسلية بطريقة غير طبيعية يمكن ده لو إحنا قلناه في السيدة اللي بتأخر عندها تأخر الحمد المشكلة يجب على الطبيب اللازم الفحص الجيد الموضعي ويشوف كل حاجة وأي حاجة يلاقيها يبدأ ياخد القرار الفولي في العلاج العنيف الشديد يرجعها سليمة تماما ثم يكمل بقية البرنامج اللي هو عايز يعمله لكن ما ينفعش يعني أنا فجأت كتير جدا بعض الأطباء يجوا يعملوا مثلا يبعت المريض تعمل أشعة بالسبغة والعيانة عندها قرحة وعندها التهابات وعندها ودكتور الأشعة يروح عامل أشعة بالسبغة بدل ما كان الصديد نازل تحت يبدأ يحقنه كمان بالمرة مع الأشعة البسبغة قصة طبعا سيئة جدا لكن بعض الأطباء الأشعة محترمين جدا جدا بيفحص العيانة يلاقي فيها قرحة أو التهاب يرفض الحالة ويذكر تقرير إن فيها كذا وكذا ارجعي لطبيبك ويبدأي تعالجي صح وتصلحي ثم ارجعيلي بعد الدورة اللي جاي هو ده الصحي الطبيب اللي جواه هنا حاجة بتحسسه دي مسئوليته إن هو يشخص بس الغريبة إنها عدت على طبيب النسا ده الغريبة إزاي تعدي من طبيب النسا وتبدأ طبيب الأشعة هو للشخص يمكن إحنا دلوقتي جبنا فكرة عن بعض الحالات اللي إحنا تصادفنا بيها من المشاكل وفي الآخر تنتهي بيه تأخر الحمل لكن إن إحنا بنقول يا أطباء يا سادة مشاهدين لو سمحتوا كل حاجة تتصلح كل حاجة تتعالج صح ما ينفعش إنها نقلب الميكروب إلى إن يكون ميكروب مزمن هذا الميكروب المزمن تأثيره ضر جدا جدا على المدى الطويل وفعلا هو الميكروب هذا الميكروب اللي إحنا بنوصفه يعني طبعا هو من أسباب الشهيرة في إن هو يسبب حمل خارج الرحم في الأنبوبة أو يعمل تأخر في الحمل وده مشكلة كبيرة جدا يمكن إحنا النهاردة لما نيجي نقول هذا الميكروب لو عمل آثار جامدة أو بهذا المكلام طبعا الأسف هيبقى دور الحقن المجهري هو دور كبير جدا جدا في استرجاع الخصوبة وإن يحدث الحمل إن شاء الله ده الفكرة بتاعة الحالات اللي إحنا شفناها وبنقول إن دور جراحات المناظير في تأخر الحمل للأسف هو إحنا إما بنيجي نتكلم على جراحات المناظير يجب أن يكون طبيب جراح مناظير لأن فيه لغة لغة معينة زي ما يعني أحد الأطباء وأنا بقوله لغة جراحات المناظير استغرب يقوله يا راجل ده أنت لو رحت دومياط ولا رحت اسكندرية في الأنفوشي هتلاقي المركبية بتكلمه بطريقة مركبية بعض الألفاظ وبعض اللغة بيفهموا بعض بيها لأن بعض الكلمات اللي بتتقال بطريقتهم بتكون شملة موضوع كامل وبالتالي نفس الكلام اسكندرية المركبية عملوا لغة بينهم يعني الصيادين عاملين لغة بينهم السوائين عاملين لغة بينهم يبقى صعب جدا أن أنت كجراح مناظير تكون بتتكلم بطريقة جراح المناظير اللي هو لغة شملة مفسرة لكل حاجة عشان كده جراح المناظير بيبقى في فترة تدريبه وفترة اللي هو بيكتسب فيها المهارة بتبقى كبيرة جدا وهي ده اللي بنوع عليه منحنة التعليم يعني ما كنا عندنا خدنا خدنا مسئولية تدريب الأطباء من أواخر التسعينات نحن ندرب الأطباء على جراحات المناظير وخدنا المسئولية دي في الشرق الأوسط الحمد لله من جامعة كيلرمو التدريب جراحة المناظير هي مشكلتها أني أنا لازم أدربه على الأول يبقى عنده زي ما بنقول خزينة علمية حلوة جدا جدا هنا ثم أدربه بعد كده على دراي لاب أني أنا أجيب له حاجة كده يلعب فيها ويتعلم قدام عيني على المعمل جاف يعني تعلم على الحب والحصى وحبة عيدان الكابريت ومش عرف إيه واللي هي اسمها دراي لاب ثم أدخله على الويت لاب اللي هو المعمل اللي هو في حيوية شوية ممكن أدخله على الويت لاب دوت أني أعلمه على بعض الحيوانات أنه هو يتدرب على حيوانات ويبدأ يشوف بالمنظار جوه الحيوان يمكن كان في فرنسا كانت الحيوان المفضل عندهم هو الخنزير لكن إحنا هنا بنستعين بحيوانات أخرى زي الأرنب ثم بعد كده نممكن استخدم الجدي الزغير أو المعز بعد كده يشتغل على ممكن إما السيميولاتورز الكمبيوتر قبلها أو بعدها لو كان موجود لنه نقص جدا ثم بعد كده يبدأ يشتغل مساعد جراح مناظير يشتاعد كتير بقى سنة 2 يساعد 5, 6, 10 إلى أن يكتسب المهارة بأنه يكون جراح مناظير يفهم كويس إيه اللي يتعامل إزاي وإيه اللي يلاقيه وإزاي يبحث عن بعض المشاكل اللي مش تخبية مش باينة يعني لكن هي موجودة لكن لازم يكون عنده قدرة على البحث عن هذه المشاكل وكيفية التعامل معها بالطرق المختلفة بطريقة إنها تكون آمنة للمريض شفتوا بقى هنا الليرنين كيرف أو منحنة التعليم إن أنا أعلمه جراحة مناظير بياخد وقت قد إيه؟ بياخد وقت كتير عشان كده كتير جدا من أطباء يقول لك أنا لسه هتعلم ده كله لسه أعود لي 4, 5 سنين أو 10 سنين عشان أجرح مناظير لا خلاص أنا هتفرج على منظرين 3 زي ما بيعنوا ده كترة وهيعمل زيه وخلاص هو ده المشكلة اللي إحنا بنواجهها في تعليم جراحة المناظير يمكن منحنة التعليم في مثلا إزاي يشتغل على جهاز صونار مؤسلس الأبعاد أو يشتغل على حقن مجهري هنا منحنة التعليم فترته قليلة جدا يعني نقدر نعلمه بأنه يتعلم موجات صوتية بشروط فيديو أنه يحط على الجهاز ويساعد حد من موجات صوتية ويعلمه اكتساب المهارة ما بياخدش وقت كبير زي اكتساب المهارة في العمليات الجراحية وجراحات المناظير من هنا هنا اللي بنقوله أنا قلت هذه المعلومة ليه لأن كتير جدا من السيدات يجي يقولولي إحنا عملنا منظار بقت قصة إن إحنا عملنا منظار عاملة زي يعني برضو بقول التلامزتي عاملة زي ما يكون واحد دخلك بعد صلاة العشة يقولك أنا صليت العشة خلاص يعني أفعل عليك خلاص مش عايز أصلي تاني وبالتالي هو لكن صلاة الجماعة قامت المفروض يصلي لكن هو قال لك أنا صليتها وقفالها يا سيتي عملت المنظار هل المنظار دوت اتسجل ونقدر نشوف لسونا نعلم فعلا الجراح ده شاف وعمل وقفادك تقول لك ما بسجلش طيب هنعمل إيه طيب خد تقرير لدرجة إن أنا أحد التقارير اللي جات لي من واجه إبلي والله أنا من يعني بقت مستغلة بدرجة إن أنا صورتها أو عملت لها سكام عندي وخليتها عندي كسلايد أقوله في المحاضرات طبيب كبير عمل منظار لسيدة والتقرير كالآتي كلمتين كتب إن المنظار جيد جد لابروسكو فري فري إيه اللي فري إنت عامل كل الهيلمان بتخدير ومنظار وقالت تقول لي ناها سليمة ده الكلمة اللي انت قلتها لي وعليك هي دي تقريره اللي كان ولا سجل ولا عمل حاجة هناخد اتصال وهنكمل مع بعض تاني دور جراحات المناظير ما لها وما عليها الأستاذ عمر تفضل يا فن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ عمر اتفضل يا فن الحمد لله يا فن سمام أنا مع سياتك اتفضل انت سمعني طب شكرا يمكن دلوقتي أستاذ عمر يريد تحاول تاني تكلمنا بعد اذن سياتك وهننتظر سياتك ان شاء الله نكمل تاني مع بعض على جراحات المناظير ان احنا قلنا ان هذه الجراحات هي جراحات زي ما بنقول عليها سموها ما تسمى الميس أو مينمال انفيسف سيرجوري يعني جراحات اللي هي قليلة التعامل في الهجوم على البطن بمعنى صح ندخل من فتحات صغيرة بمعنى اصح بنسموها كيهول سيرجوري يعني جراحات مفتاح الباب كلون الباب يعني خرم صغير قوي علشان هو اقل لكن هو من بره دخول الجراحات قليلة لكن الجراحة من جوة زي الجراحة العامة بالضبط بنفس القوة وبنفس التصرفات بالعكس ده بينقصها حاجتين اتنين اللي موجودة في الاستكشاف بينقصها اولا المساعد ان حد يشد ويمسك ويساعد وينقصها ايضا مجال الرؤية مجال الرؤية ان هنا محدود وبالتالي لازم جراح يكون عارف كويس قوي هذا المجال المحدود بيتعامل داخله ايه هناخد اسراء وهناخد بعد اسراء فاصل ونواصل ان شاء الله اسراء اتفضل يا اسراء الو عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فن لو تقمحت يا دكتر انا ويندي ورا مريحي برر يعني السكتر الرجل هي برر خارج من الرحل عمر سياد عمرك قد ايه يا اسراء عمر 34 سنة ومفوز لي 35 وعندك اطفال نعم عندك اطفال لا ما عايزيك اطفال ما عندكيش اطفال وبعد كده الاطباء قالولك ايه سبب تأخر الحمل انا في الاول اول الجواز حملت الحمل استعمال سامريان وزاعدين فالنبط بصم فالنبط المجد ومزدته على سهرين اتفضلي بعدين نعم اتفضلي كملي بعدين والسنتين عملت لا لا استاني بقى الكلام كله مجسم في التليفون انا مش فاهم حاجة معلش اه معرفش التليفون قريب مني ولا بتكلمي في حتة مجسم ولا ايه بالزبط اه الكلام يا استاذ عالي الكلام مجسم يعني حصل حملين وحصل لهم فقدان ايه بالزبط لا طب نص الكلام انا مش فاهمه يا فاندم والله طب خليك معايا ترجم بقى لاني انا هنا مش سامع الكلام ده طيب دلوقتي الاطباء اللي اللي عندك ورم ليه فيه ايه هو مكان وحجم هذا الورم حجمه اربعة الخمسة ومكان الخارج الرحم طب هما مالهم به يعني الورم اللي فيه الخارج الرحم ايه اللي مدايقهم منه حضرتك يا دكتور انا الخارج الرحم اللي عز لا ما عليش عذروني انا مش مش سامع حاجة خالص انا اخد فاصل ونواصل بعد هذا الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل حلقات صحة حواء احنا بنتناول المعلومة اللي احنا بنسمعها من السادة المشاهدين عن طريق التليفون لكن ما بنقدرش ناخد قرار نهائي لاني ماينفعش التشخيص والعلاج عن طريق التليفون يبقى اسمه تهريج بقى تهريج خالص يعني لكن احنا لا نقدر نوصف حاجة لكن نقدر نقول البرنامج اللي يساعدها البرنامج اللي يشخص تفسير بعض المعلومات لكن عشان اخد القرار النهائي الحالة لازم الصورة الكاملة تبقى متواجدة معي واشوف الحالة او شوف الفحوصات والتحاليل عشان يعني زي ما بنقول هو ده الطب لكن ماينفعش الطب النت او طب التليفونات ده طبعا او طب التليفزيش القنوات الفضائية الاسف انا مش عطار انا طبيب نرجع تاني بنقول ان جراحات المناظير وزي ما اتفقنا ما بنقول مناظير يعني بنقصد منظر بطن ومنظر رحم اساءة الاطباء في قصة جراحات المناظير للأسف وده دائما بنلاقيه في الاقالين بطريقة شديدة جدا يمكن نادرا في المحافظات الكبيرة ان احد الاطباء يتناسى بعض الفحوصات يتناسى انه يسجل العملية لانه فيه رقابة وفيه منافسة جديدة جدا ما بين المراكز الطبية في المحافظات الاساسية وبالتالي كل واحد بيفتخر ان العمل اللي بيعمله يعني هو اللي بيعلن عنه وكفأته لكن للأسف بعض الاطباء الاقالين اللي هو بيعمل منظر في عيادته ويطلب الشركة جايب لتنين صناعية شايلين الشنطة بأربع خمس الات كده وكلها ملوسة ولا معقمة ولا اي حاجة خالص ويبدأ يعمل منظر وانتهت القصة وبيصدق يدخل ويصدق يخرج وطبعا كل العمل للمنظر من اولو الاخر وكتير جدا بنزامة بسمع من السادة الزملاء اللي بيتعاملوا هم مع صناعية بتوع الشركة ايجار المناظير هنا ممكن احنا بنقابل مشاكل كتيرة جدا جدا في نوعية المنظر والالات وتعقيمها والمنظر ده كان في بطن مين قبل كده يعني كان في حد عنده كبد وباقي كان عنده اي مرض معين بينقل عن طريق العمليات وبالتالي هو ده اللي احنا بنقوله ان فعلا يجب احترام قرار لان المنظر زي الجراحة العادية كل الالات لازم تعقب ووائل لكن مشكلتنا ان الالات المناظير ما بتتحطش في اجهزة التعقيم العادية بتتحط في محلول معين هو اللي يعمل التعقيم وبالتالي هذا المحلول بيحتاج ان الالات اصلا تكون نظيفة وتكون ما فيهاش اي بقايا من المريض اللي قبله ثم انها هذه الالات لما تكون يعني نظيفة من المكونات تستمر في مادة التعقيم اللي تركيزها لها تركيز خاص بيها ومدة معينة تقعد الالات جواه وبالتالي هو ده مشكلة جراحة المناظير في نقل العدوى لو ما كان فيه اساءة استخدام المنظار بعدم تعقيم وتعقيم جيد ومن هنا زي ما بنشوفنا برضو ان بيجينا العيانين كلهم وقلنا انها كل ما تقل العملات اللي انت عملتها عملت منظار بقى كلمة عملت منظار دي تقريبا قفلت الباب على الطبيب ان ياخد قرار باعادة عمل منظار للأسف لاني انا النهاردة ماجل سيدة تقولي ان عملت منظار واجه اقول لها اعمل منظار تاني ايه ايه وانا كل شو اعمل منظار اللي انت عملتيه كأنه لم يكن ما تعملش لا تسجل ولا فيه اي حاجة عملت ولا اي حاجة شخصت ولا اي حاجة تم اجراء ليها حاجة فكيفة اني انا اكمل وراه الطبيب وانا دايما بقول كلمة الاطباء عندي احنا في هذه المرحلة اسمنا شاهد ما شافش حاجة واحدة عملت حاجة بوهمية واحنا مفروض مننا ان احنا نكمل البرامج بعد كده عشان كده للأسف قصة ان احنا بدأت تزيد عدد حالات اللي دخلت برنامج الحقن المجهري واطفال الانبيب لان انت العيانة بتيجي تسألها تقولك بص بقى احنا خدنا كل الادوع منشطات خدنا مش عارف ايه وخدت حقن التفجير وحقف الارياف والفلاحين يقولك عليه حقنة الخلفة خدتها كمان وعملت منزار وعملت انا كل حاجة عملتها خلاص طب فين يا ستي اللي انت عملتيه مفيش فين اللي شيرت الفيديو على سطوانة او او مفيش وبالتالي فين تشخيصك مفيش وبالتالي المريض نفسه هو اللي بيجي يعمل حائط قدامي في التشخيص وهنا بيبقى غصبا عن الطبيب يلجأ الى الحقن المجهري واطفال الانبيب بدليل كل السادة المشاهدين شايفيني كل السادة المرضى بيتابعوني كم حالة عملت اطفال الانبيب بناء على طلب الزوجين او طلب الطبيب لما بيقول الكلمة المشهورة بتاعته نجيب من الاخر كلمة غريبة جدا في علم امراض النس بدون اي تشخيص ولا حاجة ولا هنجيب من الاخر وهذه السادة عملت اطفال الانبيب او الحقن المجهري وفشل وبعد كده استكفت مديا ونفسيا وكل حاجة وبعد مدة معينة تلاقي نفسها حامل حمل طبيعي حمل فراش طبيعي ويكمل الحمل الاخر وتولد وتفضل تحمل وا وا وبعد كده الله طب انت عملتوا ليه الحقن المجهري وعملتوا ليه الحاجات دي كلها لان هي مشكلة كل حاجة بأمر ربنا ماقول الناس لأ عشان ما نجيش الطبيب اللي عايز يحط حقت قدام المريض يقول لها بقولك ايه كل حاجة بأمر ربنا واحنا قلنا لأ احنا علينا ان احنا نكشف ونشخص ونعالج ورحمة ربنا هو في ان هو يحدث الحمل الحمل زي الرزق كله لرحمة ربنا وبالتالي انا مش عايز الطبيب ان هو لا يجهد نفسه وشاري دماغه ومش عايزي يعمل اي حاجة ويلا على حقن المجهري ونفس الكلام للأسف دلوقتي بقى المرضى هم نفسهم لدرجة ان احنا بنشوف زوجين متزوجين وشوف ته كتير عمرها عشرين سنة واحد وعشرين سنة بلا سنة او سنتين متجوزة احنا جايين نعمل حقن المجهري ايه ده يعني يعني بقى يعني لو اي بلد مستوى العالم وقلت لهم زوجة عندها تسعتاشر سنة وعشرين سنة حديث تزوج جايين يعملوا حقن مجهري ولسه ما تشخصوش فيهم ايه كلام طبعا مرفوض تماما من ان انت تبقى طبيب وتاخد هذا القرار الا اذا كان عندك مركز عايز تشغله النهاردة اي مركز لو واحدة جاية لسه متجوزة انبارح تدخلها تعمل حقن مجهري وخلاص وقلصت وبالتالي احنا عايزين نقوله ان الاطباء يجب عليهم يسمع كويس اول مريض ويبدأ يشخص ما ينفعش ياخد رأيه واحدة لسه متجوزة ولا تخش حقن مجهري ما ينفعش ما انت طبيب ليه يجب عليك تشخيص ومساعدتها ان يحدث الحمل الطبيعي وبعض الناس يعني اقولي واللي هي سيدة اكتر من زوجين حدث لهم حمل بعد فشل اطفال الانبيب وجاي يسأل بقى طب هو الطبيب عملها ليه وانا مالي يعني هو انت اللي اخترت وانت اللي قلتله وهو اللي كان وراك والدنيا ماشي بالمنظر ده يعني هنا انا مليش دعوة هو اختار حقن مجالي وعبروك مرة واثنين وثلاثة وفشل ثم بعد كده حدث الحمل طبيعي وبالتالي يمكن لسه انا قلنا لكم الحلقة السابقة ان احد السيدات والحمد لله ولدت قيصرية وجابت ولد زي الفل الحمد لله بعد فشل الحقن مجالي طب اقول ايه هو ده الحقيقة هو ده الطب اللي احنا بنعلمه للاطباء اني لازم عليك تجهد نفسك وتسق في العلم اللي انت تعلمت فيه لازم تسق واممكن السيدة دي الوقت بتتفرج علي ولما قلتلي انا لدرجة ان احد السيدات عندي ايضا كانت عندها فشلت اول حقن مجهري وعندي لها اجنة مخزنة تلاتة انا فكده كويس قوي وقلت لها لا انا هعمل منزار رحمي جراحي وعملت هذا المنزار وكان يوجد حاجز رحمي وقصيت هذا الحاجز تماما جاء جاء ولي الزوجين بعد العملية وقالولي هنرجع الاجنة امتى كان يمكن انا نفسي هي تكون الوقت بتتفرج عليها هي وجوزها والكلمة اللي قلتها لهم قلت لهم الاجنة دي عندي انا فخستي خلاص ما فيش مشكلة عندي ارجعهم شهر بعد سنة بعد سنتين انا عايز اخذ منكم عقد او تفاوض برنامج جديد ايه هو قلت لهم ايه رأيكم نبدأ البرنامج الجديد في تنشيط بعد شيل الحاجز الرحمي ده ونشوف الدنيا ماشي ازاي ووارد يحدث الحمل هيبقى حمل طبيعي وهيكمل وبقى زي الفل وما حصلش حمل ما خسرناش كتير وعندنا الاطفال المخزنة السيادة دي اللي بتتفرج علي الوقت الحلقة دي حدث لها حمل من اول برنامج تنشيطي وكمل الحمل للاخر وولدت وماشاء الله برضو ايضا جابت زكر وولدت والولد لسه شايفه الاسبوع اللي فات يعني انا عايز اقوله وعدت ادحك قلت لها الاطفال اللي عندي التلاتة ليهم انا بأكلهم بانتظام وهم بيحبوا الايام دي الفتة واللحمة وكلام من ده عشان يعني باتحك معه لكن هو الاطفال موجودة مخزنة لكن هزي السيادة هيحدث لها حمله بانتظام طبيعي خلاص ايه المشكلة عندي انا مش هرمي الاطفال لكن هزي السيادة بعد فشل حقن مجهري حدث لها حمل وكمل هذا الحمل الى الاخر وكمل ولدت لاخر التاسع لاخر التاسع الحمد لله وولدت قيصرية وانتهت القصة بقت كويسة جدا وفتحت الباب ليه الحمل الطبيعي انا مش ضد الحقن المجهري نهائي لاني انا بشتغله لكن دايما انا بقول ضد اني انا اكون اني انا ماكنش طبيب يجب انا اكون طبيب نسا اني اشقص وعالج ودي الفرصة ليه الحمل الطبيعي حقن مجهري معمول لبعض الناس اللي هما مش هيمكن لا يمكن ان يحدث الحمل الطبيعي يجب مساعدتهم بالحقن المجهري هما دولا لكن ما ينفعش اني انا اقول حقن المجهري لكل زوجين ما ينفعش يجب علي احسان اختيار الزوجين اللي يناسبهم الحقن المجهري اللي هما ما قدرناش بالمساعدات وبالعمليات وكل حاجة يحدث الحمل مش هنحارب بقى خلاص هما دولا زي ما بقلنا اللي بيحدث لها الحقن المجهري هنكمل مرة اخرى العشر اللي قلنا عليهم اخترناهم وعملنا لهم جراحات مناظير ولو خمسة لسبعة حدث لهم حمل بعد الجراحات المناظير اللي وحدهم او بمساعدات من الادوية بعد كده يبقى انا قللت العشرة الى تلاتة او اربعة التلاتة او اربعة لو عملت لهم حقن المجهري ونجح منهم نصهم بقوا اتنين بقى في الاخر العشرة بقى عندي اتنين فشلت فيهم في ان يحدث لهم الحمل هو ده فكر الطبي ان انا اقلل على قد ما اقدر نسبة الفشل او تأخر الحمل في حالات كتيرة جدا جدا اما بنصل الى الاتنين اللي هما لم يحدث لهم الحمل بيعملوا كل الاجراءات ويعيدوا الحقن المجهري وكل المراكز تفشل فيهم يبقى انا انا نجحت في ان انا اقلل العشر سيدات او العشر الازواج من البيعاني من تأخر الحمل الى خمسة لسبعة حدث لهم الحمل طبيعي بعد المناظير وبعد استخدام البعض الأدوية المنشطة وقللت اني نسبة تأخر الحمل بعد استخدام الحقن المجهري الى واحدة او اتنين اللي هما فشلنا تماما فيهم بقت النسبة حلوة قوي من العشرة بقوا اتنين هو ده اللي احنا عايزين نوصله فيه كأطباء اني احنا نلجأ الى مراجعة اللي احنا تعلمناه واللي احنا بنعلمه للصدر اطباء الشباب من كل انواع اللي طبعا فتخصصنا امراض النساء بعد اذنكم املى خزنتك العلمية الاول وبعد كده ابدأ اتعامل ان انت تتعامل مع المريض هتزداد الكفاءة بتاعتك وهتبقى كويس جدا جدا بعد استخدام العلم في الممارسة الطبية لكن ما ينفعش الممارسة الطبية قبل ما الخزينة العلمية او ان البنك بتاع البنك العلمي اللي عندك يكون فاضي ما ينفعش يبقى هنا بنقول ان كل طبيب بقى خبرة يبقى الخبرة دي تيجي بعد ان هي كيف يتعامل مع المعلومة العلمية اللي عنده ويبدأ يحطها في استخدامها على المريض بقت خبرة كوية معنا ايا فاني ام مصطفى معنا ام مصطفى اتفضل يا فاني حضرتك انا سن 42 سنة ايو فاني وحضرتك انا كنت اول مركبا له بس يتعابنا لمدة 35 سنة وانا اركب واطلع يعني اصبري علي انت بتركب اللي اولا بقالي 35 سنة يعني يا فاني من ساعة ما اتجوزت الحد ما انا كل ما عايز اخلي فاطلع اللي اولا اصبري علي يعني بتركبي وانت عمرك 35 لكن مش من 35 لا لا يا فاني ما انا من ساعة ما اتجوزت وانا عندي 20 سنة ما انت بتقولي 42 سنة من 35 يعني عندك 7 سنين ما حضرتك حضرتك بالوقتي انا عندي 22 و40 سنة رحت انا من 35 سنة وقفت اللوب غيرت الوسيلة رحت خدت برشام جنالة برشام جنالة برشام جنالة حضرتك تعبني انا عاوز حضرتك تقولي الوتيلة المناسبة لسنة واني مزويش وزني وانا عند الضغط وباخد برشام كنكور خمسة بلاس يعني انت ساعتك لوقتي عمر حضرتك 42 سنة وعندك الضغط وعندك اطفال قدي يا فاني معاي 6 اطفال 6 ايو والدهم طبيعي ولا قيصري لا يا فاني طبيعي ودايما حضرتك يا دكتور عندي الكهبات من تاحد بقى وارح ترقض علاج وترجيع لي تعمل الدورة بتجيلك قدي ايه الفترة بتاعتها يا فاني بتقعد عليك يومين ولا خمسة ايام ولا عشر ايام لا يا فاني اربعة خمسة ايام زي كده تمام ايه المشكلة في استخدام اللولة المشكلة حضرتك ان انا كان مريحني اللوب دلوقتي ما جدرش اركب وفيه مشاكل دلوقتي حضرتك انا عزل برشام تقول لي حضرتك على اسمه مناسب لسنة وان انا عند الضغط علي تقول لي وسيلة منزمة وما يزوجش وزنة حضر يا فاني انا عارف دلوقتي احنا بنسأل لان اللي انت قلتوا لي ده كله بنحاول نتلاشى المنع الحمل الهرموني لان المنع الحمل الهرموني اللي هو احادي او سناء الهرمون هيبقى له تأثير في زيادة الوزن وتأثير على الضغط تمام فاحنا دلوقتي افيت شيء لسيادتك ان يتم الفحص حضرتك جيد علاج التهبات بالكامل يخليك زيء كويسة تماما ثم بعد ما تنزل الدورة ومباشرة تركيب الاولاب يقعد عليك عشر واثناشر سنة كمان ايه المشكلة انا عزة وسيلة تاني غير اللوق مش عزة يركبه تعمل يعني ايه المشكلة هو انا ما شفتش واحدة ركبة حلق وقالتلك ان الحلق ده انا يعني تعبني لو تركب صح يا فاندي مفيش معاناة نهائي ولغينا قصة التدخل الهرموني والتأثير على زيادة الوزن او تأثير على ارتفاع الضغط او عدم استجاب سيادتك لادوية الضغط يا فاندي الادوية الهرمونية اللي هنستخدمها ايضا ممكن تزود الالتهابات وبعض القرحة برضو لكن يفضل عليك سيادتك وانت رفضت عالجي من الالتهابات ورفضت عالجي القرحة لان يعالجيها ستي لنفسك بلاشت عشان اللولب يعني خل الطبيب يعالج الالتهابات والقرحة لوجودها تمام وبعد ما تبقى زي الفول انصحك تركبي لولب وده في العمر السيادتك ده ليه مميزات كتيرة جدا جدا اولا بيتركب مرة واحدة ثانيا ملوش اي علاقة بالحياة الزوجية ولا اي حاجة بيؤثر على الحياة الزوجية ثالثا تعدد الحياة الزوجية ملوش علاقة لانه هو موجود خلاص رابعا انتي دلوقتي لا يكلفك ان انتي بتشتري حاجة تاني ولا اي حاجة مديا فهو ارخص حاجة واخيرا لا يؤثر فيك نهائيا لا يؤثر على الوزن ولا يؤثر على الضغط وعلاجك بأدوط الضغط وانه افضل انه هو نشوف لو كان اللي يركبه يركبه بطريقة سليمة هيبقى كويس جدا وهيبقى كمية الدم مقبولة جدا مع فيش مشكلة حاضر يعني برضو تاني زي ما بقول انتوا سامعين كلكم الحديث اللي داير بيني وبينها بعض الناس هي عايزة تحط الطبيب في ممر يضع القرار اللي هي عايزة هي عايزة عايزة اقراس منع الحمل هي متخيلة ان يلا خلاص اقراسه وخلاص وانتهت القصة بقى ولا علج التابات ولا قرحة ولا حاجة يلا ديني حقنا وخلاص لكن يجب الطبيب يعني احد الاطباء ربنا ديله الصحة هو استاذ جليل لي كان يقول لي ان طبق اللي فيه الفكهة هو طبق انواع منع الحمل يعني موجود فيه اللولب موجود فيه القراس موجود فيه الحقنة موجود فيه يجب عليك تعرضه على المريض بس تقول لها هو ده النوع اللي يناسبك هو ده النوع اللي اضراره قليلة عليك هو ده يناسب سنك ويناسب وضعك ما تخليش المريضة هي تحسن اللي تقول الاختيار غصبا عنك يجب علي انا انا بعرض عليها بقولها لأ ده وحش ده وحش ده ما ينفعكيش ده ما ينفعكيش اللي ينفعك هو ده والطبيب الماهر هو ليقنع الحالة اللي قدامه على احسن وافضل وسيلة لتنظيم الاسر طبعا وقتنا انتهى وحلقات صحة حواء هي حلقات طبية هذه الحلقات يعني زي ما بيقول مش انا مش بفرد معلوماتي الطبية على انا بعرض المعلومات الطبية لسادة مشاهدين لان ده مهم جدا تكونوا على علم هذه المعلومات للمطالبة بحقوقكم او على الاقل تبقوا فاهمين الطبيب اللي بيعليقكم ماشي ازاي صحة او مش صحة حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من استاذ الدكتور ايمان حمودة واستاذ امراض النساء والتوليد بكرة الطب ونائب رئيس جماعية جراح المناظر المصرية نلقاكم على خير ان شاء الرحمن يوم الاحد اللي بعد القادم كل اسبوعين باذن الرحمن في نفس معدنا الساعة التاسعة مساء باذن الله الحلقات بترفع بانتظام على موقع موقع قناة ال HBC قناة الصحة والجمال في اليوتيوب يمكنكم متابعة هذه الحلقة ان شاء الله من غدا انها بترفع غدا باذن الله الحلقة بتاعتنا بتاعت الساعة تسعة بتعاد اذاعتها بعد الساعة واحدة مساء اليوم ان شاء الله يمكنكم اللي ما شافش الحلقة من اولها يمكن متابعة الحلقة بعد الساعة واحدة في قناة ال HBC نلقاكم على خير ان شاء الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته